لم يقتصر الأمر لدى لوموند على ما ذكرنا بل أنها خصصت افتتاحية لقضية قاضي إحسان حيث نشرت يوم الاثنين مقال قالت فيه إن اعتقال الصحفي إحسان القاضي مؤخرا يعد هروبا قمعيا إلى الأمام من طرف السلطة وكارثيا على صورة الجزائر وعضافت لوموند أن صورة صحفي مكبل اليدين مروعة ووسائل إعلام مشمعة صورة يائسة مبرزة أن الهجوم المنتظم ضد القطب الإعلامي للسيد قاضي ليس سوى الحلقة الأخيرة من حملة تفكيك منهجية استهدفت لمدة عامين مواقد الحراك المتبقية مما دفع العديد من شخصياتهم إلى المنفى هربا من السجن مع تعرض أي انتقاد للنظام الحاكم الآن لاتهامات الإرهاب والتخريب وأردفت افتتاحية لوموند أن الأجواء أصبحت خانقة لدرجة أن الجزائريين باتوا يعتقدون أن تعددية الرأي كانت أفضل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليق واعتبرت أيضا أن نظام الرئيس عبد المجيد تبون يشعر بالثقة الكافية لتجاهل الأضرار الجانبية لتصعيده الاستبدادي في الداخل يعتقد أنه يستطيع شراء السلم الاجتماعي مع انتعاش أسعار وفقا لسيناريو مثبت ولكنه مصطنع وقصير الأجل مضيفة وفي الخارج يعول على استعادة الاعتمال الاستراتيجي للجزائر عملاق المحروقات الذي استدرجه الأوروبيون بحثا عن بدائل للغاز الروسي وختمت لومونت افتتاحيتها بالقول يجب أن نأمل أيضا أن نكون قادرين على الاعتماد على التضامن الذي يمكن أن تظهره المجتمعات المدنية في شمال البحر الأبيض المتوسط حتى لا يشعر الديمقراطيون في الجزائر بالتخلي عنهم مضيفة يجب أن يكون الجميع على دراية جيدة بالمأزق الذي يدان به العناد الأمني في الجزائر إنه لمن الوهم أن نرغب في تعزيز الجبهد الداخلية واستخدام الشعار الرسمي بخنق المواطنة التي تعد أساسية لأي أمة كلام كبير كلام يعطي صورة قاتمة على سمعة الدولة الجزائرية ربما لو تركوا راديو آم يتحدث ما وصل صوته مثل الآن يعني أرادوا خنق راديو آم أرادوا خنق الصحفيين في راديو آم أرادوا خنق إحسان قاضي صار صوته الآن يصل إلى واشنطن باريس وكل العواصم العالمية وهذه القضية تحدثت عنها الكثير من الصحف والمنظمات والهيئات الدولية يعني مش يعارف النظام هذا غبيلي هذا الحد لأنه هذا هو العسكر العسكر ما يهمه اللحظة ما يحسبش للعواقب المهم ندخل لندخلك الحبس هذا هو واش يترتب عليه كينا الخزينة العمومية كي نغرقوا ندفعوا منها ونرفعوا هذا الضغط هذا هو منطقهم أما منطق الدولة المدنية الدولة اللي عندها سياسيين رو كل إجراء يحسب ليه حساب أنت جايحة بتسكت قاضي إحسان أصبحت نيورك تايمز تتكلم باسم قاضي إحسان لومون تتحدث باسمه اسمه يتردد في كل العالم أعطى صورة هو كان يقول على الدولة أنه في استبداد ورغم ذلك كان يفتح حتى للرأي الذي يدافع عن السلطة كان يخلق نوع من التوازن في ممارسة الإعلام الآن قال من قبل بأن نعاني من الاستبداد ولكن صوته في الوسط الجزائر الآن صوته وصل لصناع القرار في أوروبا عندما تتحدث عن هولومون وصوته وصل إلى صناع القرار في البيت الأبيض وغيره عندما تتحدث عنه نيورك تايمز يعني والله مش عارف هذا النظام كيفاش يفكر يفكر برجليه يفكر بالبوت العسكري هذا هو يعني كل مسؤول في الجزائر عنده بوت عسكري فوقراسو مش في رجليه رجليه دائر القبع أو فوقراسو البوت هذا هو للواقع لأنه الإنسان اللي يفكر بمنطق دولة بمنطق كذا عندك مؤسسة إعلامية تحرج نعلمكم كيفاش تواجهوا الإعلام الآخر أو مش تغلق الأبواب الرأي الآخر وتقول نغلق هذا ما يوصلش الصوت أنت في زمن التواصل الاجتماعي يا تبون أنت في زمن العالم تحول إلى حارات صغيرة أنا نحضر المواطنين من هالفيسبوك جاي من دولة ما تبغي ناشل الخير أنا رح تغلق أنت تغلق هذه الأبواب يفتح لك أو تفتح لك آلاف الصفحات وقنوات عبر اليوتيوب التلفزيونات الجزائرية لا يشاهدها أحد لو للذباب الإلكتروني لا كانت الأرقام في الحظير صاروا يعطوا الأوامر للكزرنات الجنود باش يروحوا للفيديوهات انتع القناة التلفزيونية ولا انتع الرئاسة ولا كذا لازم تشاهد عدة مرات من أجل رفع نسبة المشاهدة حتى لا يشعروا بالفضيحة هذا هو الواقع وهذه قالوا هالي عسكريين مش كلام فارغ والآن تريد الآن أن تواجه الرأي الآخر بالطريقة هذه جي تخنق واحد تخلي صوته يلف الكرة الأرضية هذا غباء يعني من المفروض إذا أردت شفت راديو آم يحرشك يجيب الرأي والرأي الآخر انت كيفاش تحرجه زيد انت خلي القنوات تكون منفتحة أكثر ولكن ما يقدروش يعملوها أولا أنه نظام عسكري مطلق كانت مراحل معينة نظام دائما عسكري في الجزائر ولكن كي المراحل يختفوا شوية وما يحاولوش يظهر ولكن الآن النظام عسكري بحث تماما ما يقبل الرأي الآخر والأمر الآخر العناد العسكري يتعامل مع منطق النصر والهزيمة إذا ينهزمك يتهزمني ولكن أننا تعايش في دولة فيها كل الأراء هذه ما عندهمش فبدل أنك تشوف منابر إعلامية تحرجك بالانتقادات أفتح المجال عيط لكل القنوات الخاصة قلهم نسحق مواضيع فيها رأي والرأي الآخر جيبوا منتقدين من الجزائر في الجزائر من الأحزاب السياسية خلي تطرح خلي تطرح أراءها صدقوني بهذه الحالة ستسحبوا البصات من تحت القنوات والراديوهات والتلفزيونات اللي راه يتحرجكم ولكن أنتم أغلقتم كل الأبواب أبقال لكم راديو آم حبستوه أطلع لكم راديو آم في واشنطن وباريس وفي كل العواصم العالمي وبقاتلكم قناة المغاربية هي الوحيدة اللي راه تفتح المجال حتى للرأي والرأي الآخر حاولتم من قبل الآن راكم ما تقدروش تسكتوه راكم تعملوا على إسكاة الجزائري اللي عندهم قنوات على اليوتيوب اشتركوا في القناة